اشتركوا في القناة 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 سلطانية وعدة فقرات وقصائد شعرية وعدة فقرات تخلى المهجة بيكون التحضير 12.5 وإنطلاقة 1.5 إلا انطلاقة نعم طلاقة الأشواط والتحضير إن شاء الله بيكون 12.5 12.5 إن شاء الله الحميد نحن تعودنا من ميدان البشاير الختاميات في الخليج بشكل عام أو هذه الفقرات الحين على الهواء السلام السلطاني أيضا مقدمة عن محتويات الحفل للقاء قصيدة شعرية انطلاق شوط الحجائج فقرة فن الحماسي فتخلى الفقرات ما بين الأشواط قبل الأشواط وما بين الأشواط نعم في العادة ما بين الأشواط هذا إذن البرنامج برنامج مهرجان البشائر السنوية ثالث سباقات الهجن أيضا نتائج شوط الحجائج البكار انطلاق شوط اللقائي البكار ثم جمعية المرة العمانية بمحوط فقرة الداندان جميلين بفقراتهم بعد أن تكون عندك شوط اللقاية بعد أن انطلاق شوط الإذاع عقب فترة فقرة ركض العرضة وبعدها بيكون نتائج شوط الإذاع بكار ثلاثة عشر بيكون انطلاق شوط الثناية بكار نعم فيصل غدا غدا الكل يرتقب هذه اليوم والله أخو يوسف صحيح الباكر كلهم يتريون السباق ويتريون المهرجان مهرجان بشارك تسمى نعم فقرة استعراض موسيقى عذران منك باليمامة نتائج أيضا شوط الثناية بكار انطلاق شوط الحول الرئيسي البكار واللي هو الشوط المنتظر فقرة فن الحماسية ومن ثم عرض لنتائج شوط الحول ومن ثم انطلاق شوط الإثارة باثنعشر كيلو متر وتجمع اللوحة الختامية مع فن العازي وتسليم الجوائز والانتهاء كمال ابتداء بسلام السلطاني تشوف أخو يوسف باتر عبارة عن مهرجان شاء الله متكامل مهرجان من حيث ركب ولا مهرجان من حيث فقرات المشنون الشعبية أو اللي موجودة بكرا في جولات الختامي الكل يترقب الكل مركز الكل أعينه شوما يقولون على السيوف والرموز وإن شاء الله يوفق الجميع الله يوفق وأنت أولهم متحفظ إن شاء الله خير حمد بكر العام الماضي إحنا شفنا الميدان ميدان البشاير والمنصة بالتحديد يعني ما شاء الله عن آخرهم تلأت وهذا أجبر دائرة ميدان البشاير على زيادة عدد الكراسي السنة ما بين الجنبات يمين ويسار المنصة تتوقع الحضور أكثر وأكثر والله طبعا مهرجيان البشاير أتوقع لأننا حضور أكثر ومهرجيان البشاير أصبح يعني من سنة إلى سنة في تزايد وفي تطور بعدين هذا المهرجيان شامل جميع القوانب نعم مش يعني اللي ركض ومحبي الرياضة هذه فيه قوانب اقتماعية واقتصادية ومحكم موقعه في السلطنة متوسط ما شاء الله المحافظات نحن في الوسط نعتبر علينا الشرقية من الشرق ومن الغرب الظاهرة ومن القنوب الوسطى يعني موقع ما شاء الله استراتيجي وهذه اليوم يعني بتكون فيه ناس تتوافد حتى من المحافظات الثانية من غير اللي هم أصحاب الهجين المشاركة نعم طبعا الغدان إن شاء الله سيكون يوم حماسي بكل ما تحملها الكلمة من معنى في هذا العرس وفي هذا المحفل الاجتماعي الرياضي الاقتصادي السياحي في البشائر نحن تونى بدأنا الحلقة وربط مع أيمن تفضل أيمن في القرية التراثية إذا كان لأن القرية التراثية توقع خلص على مشارف أن الفعاليات تغلق فيها فاتفضل أيمن إذا كان أيمن على الهوى جاهز الكلمة لك يا أيمن الفجراني اللي دائما يواكبنا بكل التفاصيل في القرية التراثية من معروضات من أشياء طيبة في المسرح اللي جهزت لجان المنظمة جميعها كل بعمله في القرية التراثية تفضل أيمن أهلا بك يوسف تحية لك ولكل المشاهدين الأحبة ولضيوفك الكرام هناك بستوديو برنامج المنصة نرحب بكم بكل تأكيد كل من يتابع عمان الرياضي عبر هذا البث الحي والمباشر الذي ينقل لنا كل التفاصيل والأحداث الخاصة بهذا المهرجان أو العرس كما قلنا أو أطلقنا عليه الخاص بالبشائر وأيضا السباق السنوي الثالث في نسخة 2018 و18 نتجول في ربوع هذه القرية التراثية الاستثنائية الخاصة والتابعة لهذا المهرجان واليوم ربما يوم استثنائي كما كنا نتوقعه فعلا اليوم كان يوم استراحة بالنسبة للسباقات وكانت فرصة سانحة جدا أيضا للتواجد والحضور في هذه القرية التراثية وبالتالي أيضا الاستمتاع بهذه الأركان المتواجدة والمختلفة عبر زوايا هذه القرية التراثية اليوم المسرح يضج بكثير من الجماهير الحاضرة الاستمتاع أيضا بالفعاليات المرافقة لهذا المسرع بضيافة الشاعر شاعر المليون سعيد الحجري وأيضا هناك على الجانب الآخر الشاعر الآخر شاعر سابق أيضا وشارك في مسابقة كبيرة كشاعر المليون كامل البطحر وبالتالي حضور كبير ربما المقاعد ممتلعا بكرة أبيها هنا بهذه القرية التراثية وبدأت الفعاليات منذ وقت مبكر وإن شاء الله تباعا سنحاول أن نسلط الضوء على هذه الفعاليات الخاصة بالمسرح أنا متواجد هنا يوسف بركن خاص بهيئة الدفاع المدني أيضا الذي يتواجدون بقوة هنا في القرية التراثية وركن خاص ويستخطط الكثير أيضا من الزوار للتعرف على بعض الأشياء المهمة وبكل تأكيد نقول مهمة نظرا لأهميتها الكبيرة خاصة في الوقت الأول برغش سيف العطابي ليطلعنا أكثر عن تفاصيل هذا الركن نرحب بك الوكيل وأيضا تحية لك عبر برنامج المنصة وتواجدكم بكل قوة أيضا في هذا الركن يعطي إضافة أيضا للقرية التراثية مساء الخير مساء الخير للأخوة المشاهدين وساء الخير للأخوة الموجودين في الستوديو نشكركم على هذا اللقاء وهنا مسهلة فيكم طبعا بركن العامة الدفاع المدني والإسعاف القرية التراثية بمهرجان البشاير السنوي الثالث للهيق العربية لعام 2018 نستقطب كثير من الزوار يسألون كثير عن أعمال الدفاع المدني والإسعافات الأولية نحن عندنا طبعا بعض المعدات أو الآليات أو الأجهزة اللي نستخدمها في بعض الحوادث المرورية أو سواء كانت الحوادث المنزلية في الحرائق بعض الأشياء اللي نستخدمها طبعا كده قال الدفاع المدني فيما يخص الجانب اللي هو جانب المخاطر وكذلك نفس الشيء الأخوة موجودين معنا من الإسعافات الأولية كذلك نفس الشيء يقومون بعملية النعاشات الأول النعاشات القلب وكذلك نفس الشيء إرشاد الآخرين اللي هم الزوار المعرضة وزوار الموقع هذا يقومون بعملية النظري والعملي فيقومون بعملية اللي هو طبعا توجيه الأشخاص توجيه الناس توجيه الزوار كيفية مثلا عمل النعاش القلب عملية مثلا أغلب الناس يسألون عن هذا الجوانب كذلك نرجع للقناة بالآخر اللي هو الدفاع المدني يقوم بعملية إخماد حرائق شو أنواع الحرائق اللي يقوم بعملية دفاع مدني اللي يقوم بعملية إخمادها شو هي الأنواع الطفايات أو وسائل عملية إخماد الحرائق يقوم توضيحها طبعا للأخوان بكل طبعا بكل ما هم يرجون من السئلة ونحن أكيد نجاوب بكل سلاسة هنا أرى أنه واحد من الجهزة المهمة وربما أيضا تابعتنا تحت الهوى تواجد حتى الأطفال في هذا الركن وبعض التطبيقات العملية لذلك أعتقد أنه اليوم الركن حقق ربما واحد من أهدافه أنه يستقطب هذا الأشياء وصارت فعلا أشياء مهمة توقع الوكيل برغش نتعرف مثلا على هذا الجهاز خلنا نقول أو هذا في ماذا يستخدم أيضا للمشاهد الكريم اللي حاب أيضا يزور القرية التراثية وتعرف على هذا الركن طبعا هذا الجهاز جهاز تنفس يستخدم رقل الدفاع المدني في الحرائق اللي هي طبعا يصطر عنها دخان تصعب عملية استنشاقها فهذا يكون هو الرئة الثالثة لرقل الدفاع المدني يستخدمه في حرائق اللي يكون في الأماكن المغلقة أو الأماكن حتى المفتوعة لكن بها نسبة دخان عالية فيعتبر هذا الجهاز هو الرئة الثالثة لرقل الدفاع المدني ممكن أهم ربما أدامة وجودة في هذا الركن نتعرف عليها أكثر عن قرب المعدات طبعا الآلية اللي موجودة معنا هي كلها مهمة لكن عندنا أنها جهازين تستخدم في الحوارث المرورية أشخاص محتجزين داخل المركبة يتم عملية طبعا إخراجهم من قبل الرقل الدفاع المدني عن طريق المعدات الثنتين اللي موجودة معانا هذه الفتاحة وكذلك اللي هي المقطع أو المقص تستخدم هذه الآليات عن طريق الكهرباء أو البطاريات الكهربائية جميل جدا شكرين لكم هذا هذه الجهود فعلا وكل أول برغش وأيضا لكل هنا الطاقم الموجود الخاص بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف المتواجد هنا بمحافظة الداخلية وأيضا التواجد في القرية التراثية فعلا لإرشاد أيضا الحاضرين والمتواجدين بأهمية الإسعافات الأولية وضرورتها على المدى سواء كان القريب أو البعيد أعود لك يوسف وهناك أيضا أركان مختلفة بكل تأكيد سنتعرف عليها تباعا من خلال وقفاتنا عبر برنامج المنصة في الوقت القادم بإذن الله تعالى شكرا عيمن الفجراني على هذه الإضاءة الطيبة وأيضا عمل الهيئة العامة للدفاع المدني وكل الأقسام وكل الهيئات المشاركة سواء الحكومية أو الخاصة جزيتهم خيرا عما عرض طموه للجمهور وإحياءكم للأركان المختلفة في فعاليات القرية التراثية إذن حديثنا مستمر وكالعادة عرض لأهم ما سيتم تناوله أعدينا تقرير خاص عن ما جرى في العام الماضي في منافسات سيف البشائر وأيضا التوقعات وبعض استطلاعات مثل ما نقول استطلاع رأي خفيف بين ملاك الهجن المشاركين غدا في يوم السيف اليوم المنتظر الشوط المنتظر نتابع النهايات العظيمة هذا ما عودنا عليه ميدان البشائر في كل نسخة عبر السنوات التي مضت إعجاز في التنظيم وإنجاز في منافسات السباق على أرضية الميدان السيف ينتظر السيف ينتظر وحجن البشائر حجن البشائر حجن البشائر مع المركز الأول ها نحن اليوم على مشارف الختام الذي نستحضر من ذكره الأحداث الدراماتيكية التي تلاعبت بالأعصاب في شوط سمي بشوط الأمتار الأخيرة المجنونة التي قلبت فيها موازين القوى لصالح شعار هجن البشائر هجن صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر ممثلة الميدان والسد المنيع الأول المدافع عن السيف بخبرة عمدة المضمرين عبيد بن محمد الوهيبي ومساعد الربان علي بن محمد الوهيبي الذين تعودا على قيادة دفة هذه السفن وسط عاصوف المنافسة من الأقطاب الأخرى العمانية والخليجية صاحب السيف العام الماضي صاحب الألقاب صاحب الصلاة والجولات ابتعدتوا عن الأضواء خلال الفترة الماضية والكل يعني جماعيكم يتساءل عن الشعار هل الابتعاد هذا هو تركيز ليوم الختام؟ والله السلام عليكم ورحمة الله هذا يطول عمرك حنى شوية صارت قل صحة فضوش صاحب السمو حق المشاير وإن شاء الله بيكون في السيف لنا بصمة إن شاء الله وفقود صاحب السمو ما في تأثير لو بوش مرضا واتثرا وشارك عناهن يبين هن المركاض صحابناهم من المركاض بس بعد بيكون لنا بصمة لو صحابنا الثانيات إن شاء الله أنهن بيكون لهم بصمة الثانيات اللي بيشارك يعني الوعك الصحية اللي مرت بها العزب ومر بها الحلال أثرت تأثير مباشر على أثرت وائد أثرت في صحابناهم شام الأشواق شام البوش صحابناهم رقعناهم مركضنا تقول خبرت تقريبا ستة وكم يمكن حوالي العدد من القايا إلى الحول حوالي ست كلهم صحابناهم من المركاض ولمعجودات إن شاء الله لهم بصمة وإن شاء الله أن نحاول للسيف بقدر مستطاع بس هذا نصيب عند الله عندنا ركاب مشاركة مجلس التعاون ركاب زينة ركاب الهم بصمة ركاب ماخذات السوف بس إن شاء الله أننا نكون مشاركين بقدر الاستطاع بيض في الشوط عندك عزوة عزوة في رصيدها أربع رموز وسيف الوثب العام الماضي عندك اللي عربية ثالث على العزوة والله هي عربية وعزوة وفيه بوش بعد أوراق هنا مغطاية ما صرح عنها عندك العلو أنا عندك عرف بس إن شاء الله هذا نصيب عند الله ما حد ما شارك في السيف ولا حد ما استعد للسيف وهذا السيف الناس تحسب الحساب ومركاض صاحب السمو وفي البشاير الناس تفرح وفي وصول البشاير مهما يكون لما عندهم سبق الناس يبون شاركوا في البشاير هذه إذن آخر التصريحات من هجن البشاير اطمئنوا السيف لن يغادر ميدانه ولن يغادر السلطنة لكن المنافسين لهم رأي آخر في شوط السيف ذروة سنام مهرجان البشاير الحظورين عندنا ناقه حائل إن شاء الله ونتأمّل إن شاء الله منها مركض طيّم إن شاء الله وعسى الله يحرف اننا نحظ tennis إن شاء الله السيف إن شاء الله علوم من حاف طيبة بشركن منحاف طيبة وصحات تزينه وحن نفت الفرحة والناموس طال عملك يوم بنشاهد طال عملك وبنشارك طال عملك tren imarの والله انتمنى طال عمرك حن يغادر حن ييين مناك طال عملك مشان يغادر ما بيين طال عملك انتمنى من الله عز وجل ان شاء الله هنا يغادر ستحرق الأوراق مهما كانت قيمتها وتاريخها لصالح أن يبقى السيف في ميدانه هذا ما صرح به مضمر هجن التميز المشاركة والحاضرة في شوط سيف الحول الناغرين اللي مشاركة بها العام يا رابع للرمز هنا في سنة الثنائي وشاركت بها في اختام الصحار وشلة الخنير رمز الثنائي والسنة لها عدة سوقات جوزية تامة ان شاء الله مستهدفين ان شاء الله وانتمنى التوفيق للجميع هنتعمل عمل كل ما ترى يسوي عمل اما هنشاء الله يكون معنا ولا معنا هجم البشايل اذا في هذا اليوم لا يكون الفوز في صورة تجميع نقاط او اي صورة اخرى سوى الحسم والحسم فقط فالفوز سهل في تعريفه ولكن تحقيقه يبقى هو مطلب الجماهير والعشاق والملاك دفاع قوي ستقدمه بعض الشعارات لتضرب بقوتها الهجومية في اخر الامتار كل السيناريوهات محتملة وان غدا لناظره قريب وسيعرف من هو بطل يوم الختام الذي ستكون حاضرة فيه ستة اشواط رئيسية لكل منها قصة تحكى عن الفوز مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بعض ضيوف اللي يردنا النبا من وصل يلقى في وجه ما يباع قبل يبدأ الشاطو وانفكى الستام أرحبوا في دار قابوس الكرام داو من يا هلو يا مرحبا فيكم متابعين الكرام إذن ها هو اليوم الختامي وكما سمعنا ورأينا التقرير الماضي اللي تحدث عن السيف الحول ومنافسات السيف الحول التي كانت والتي سوف تكون يوم الغد وكذلك ستة أشواط الرئيسية الحاضرة اليوم غير كالعادة سنبدأ بالتدريج إلى أن نصل لسن الحول وسن الحول إن شاء الله راح نفرد لمساحة كبيرة من وقت الحلقة الحجائج عامر بن سالم الوهيبي الشوط الرئيسي أسماء حاضرة وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نومس القميع الناس المشاركين باكر معنا من الحين من الحين قميع الناس نقول لهم الناموس إن شاء الله ومن ثمن التوفيق القميع والناس كلهم محضروا ومحضرين سبق ما حد يعني لاب لهذا الشوط وعد مطيف هذا الشوط في مطيئة عادية نعم قميع الحلال المشارك في سن الحقائق حلونا نظر لسن الحقائق عندكم تقيبا 66 بكرة قميح انسابجات وقميحها رصد التموتر واللي منافسة على رمز واللي منافسة على سيارة وما حضها صاحبها وما لكه ومضمرها إلا مستهدف الرمز عندنا رصد قائمة بمعنى الواعي ومعنى الشاهنية لهجن البشاير الواعي مسق له أفضل توقيت فرماح صاحبة سيارة انتقلت الملكية لهجن البشاير نعم سابقة بعد في الكبرى عندك الشاهنية عندك عدة سبقات عند صاحبة وانتقلت لهجن البشاير وسبقت في مركاض نعم نعرض لقائمة الشوط الأول كمل وسبقت في مركاض اللبسة وصاحة البطان مكالة بعد قوي عندك بوش الحمد بن محمد طبعا هذه القائمة على الهوى مباشرة الواعي لهجن البشاير الشاهنية لهجن البشاير ملوح لضحي مبارك الكتبي يعني أسماء أسماء إذا استعرضناها تقريبا أكثر من ستين اسم في الشوط رقم 19 بينون باسم عبدالله بنشطيط بنسال الوهيبي مع المضمر أحمد بنشطيط عبدالله بنشطيط بنسال الوهيبي رقم 19 بينون كلمنا عن بينون بكره لها وصلة جوية في الركض ياه ثانية على الرمز في الرماح نعم وسابقه وياه ثانية على الرمز في الأبيض في الشيط الأول نعم وعندها بكر السبب في الوثبة وبكر الجوية وحمد بنشطيط العام كان ما أخذ رمز الحقائي نعم وتوقع السنة نستهدف ونازب كل قوة على هذا الرمز نشوف أيضا شعار اللي نقول ياهلا بمرح أيضا بشعار طحنون بن سلطان بن حمدان آل انهيان عندنا هدف ونادرة بشعار أحمد بن محمد الوهيبي نعم وشعار ما يستهان به وشيف أنه في الأيام اللي خيلة حضور وصل على سيارة وتقريبا نجمع سبعة نقاط وثمان نقاط نقدية نعم عندنا بينونه وصوغ وجبارة بشعار صاحب السمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل انهيان ونشكر صاحب السمو الشيخ سلطان بن حمدان مستشار رئيس الدولة الدمارات على المتحر الاتحادات الهقن على متابعته لهذا المهرجان دائما يعني هم متاب ومشارك وهو غدا إن شاء الله راح تكون ضيوف الشرف للمهرجان بالرموز نعم يعني أسماء كثيرة عندك نعم بل استكمل الأسماء مع حميد علشان فقط الكل يعرج على معنى هناك سمحة باسم سلطان بن ناصر بن سالم حقها بكرة عندها عدة سمقات نعم السابقة في المرموم نعم ومسقلة في ذو التوقيت وبعد ياهي ثاني مرت المسقلة بعد فيه شوط كاسرتين من ركض نعم متواقدة وأنا بروح بترشيح عند الواعية 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 حق البشائر اللي على رأس القايم أنتو أنشار التوفيق مع المشاركين بيضو الله وإحب حميد لحق البشائر باشرة فأول شي مثل ما نبوه أخوي عامر نحن نرحب بالأسماء المشاركة هذول الناس لولا محبة وغلاط وقيمة المهرجان في قلوبهم ما تعنوا له الله الخير عندهم ومهرجانات عندهم وائد أخواننا الخليقيين يزاهم الله خير وهذه نحن نفرح بأهل الدار وهل السلطنة والمقصد التنافس المقصد أنك لما تكسب نقطة من ميدان البشائر تكسب نقطة من ميدان رماح في سعودية تكسب نقطة من ميدان التحدي في الشحانير في قطر ميدان الشهيد في الكويت يعني هذه تحسب للعزب تاريخ تاريخ اكتر لا في شي مميز بعد عندنا في أعمان المراكيض يكون مستواها جوي لأنها تكون محصورة في أشواط معينة والركض فيها سريع نعم وكذلك نشكرهم أسماء كبيرة قدر مشاركة ممثل السلطنة هجن البشائر في أبناء المنطقة نفس الشي أبناء البشائر مشاركين إذا هم الله خير نعرف أنهم المستوى صعب لكن نشوف حبهم لتمثيل الدار في الأشواط يعني يطقاء على المصلحة الشخصية يعني يدورون لهم شوط يحصلون لهم فيه طيب عندنا المضمرين الكبار راشد الغيلاني عندنا المغيري عندنا أحميد بن سالم العرياني هاي بكرة بعد حايل اسمها حايل طيب ترشيحك بيكون مع ترشيحي طال عمرك بيكون عند الوعي الوعي لجن البشائر الوعي وتوقع أن إن شاء الله هجن البشائر بتظهر بصورة طيبة تمنى إن شاء الله لأنهم خلال الأيام كانوا الربع يشتغلون يعني حسب مقدرتهم لتدارك الوضع اللي يمروا فيه كصحة للحلال نعم تمنى لهم إن شاء الله إن شاء الله هم كل تركيزهم في يوم الخطاع في بكرة بس بغيت روى على بكرة مطفية من دولة الإمارات هاي بكرة سبوك رقم ستة لمحمد بن حمد بن محمد الجنيبي ابن السفير ابن سفير الإمارات في السودان هاي بكرة لها اشتراكات طيبة وحاطمة التين نبو سبوها تسابق في الساد مطفية في الساد هنا ممثلة أهل الساد ونرحبهم مشاركتهم إن شاء الله تمنى لهم التوفيق الله يفجي الجميع إذا ترشيحين عليميني للواعي لهجن البشار اللي هي على رأس القائمة يوسف بداية عن نحلل الشوط أو نذكر الأسماء أنا أوجه رسالة للجمهور اللي باشر بيتابع السباق يا أخوان ما شاء الله نقل تلفزيوني مباشر والمنصة وسعوها نعم يا أخي خفوا شوية على الزحم على أصحاب الحلال الشاشة كبيرة الشاشة بعد هنا الشاشة موجودة ما شاء الله يعني صحيح التعادل يمكن أكبر الشاشات اللي في عمان اللي حين موجودة المساير الشوط وزحمة الشوط أصحاب الحلال ما يلقون ما يلقون مسع يسايرون حلالهم يعني 66 اسم 66 اسم في الشوط الرجاء من الجمهور والمتابعين يفسحون المجال ليصحاب الحلال عشان يسايرون بوشهم الحين الشاشة موجودة المدرجة موسع الحمد لله رب العالمين والتنفجون والجميع المدركات من إن شاء الله ربما أتوقع أتوقع اللجنة دخول السيارات فيها اللجنة الأمنية لا هذا صدق اللي بيساير منبرع لأن منبرع مفتوح بعض الناس سياراتهم فيها مخفية ما بطلوها ولا شيء يساير منبرع فريق العزب يتابع منبرع عشان هم مقايمين بالعنف رأى النوامر يمكن بعضهم عظل فنتمنى أنهم شو يخفون يتابعون في التنفزيون أو يتابعون في المدرجات رسالة موجهة لهم نخف زوج الزحمة ونخف الحوادث أحسنت أما عن الشوت الشوت هذا في فرد عضلات أحسنت في فرد عضلات في الحقائق فرد عضلات بكرة كل اسما موجودة لو تعرج على كل اسم كل اسم لها سبق وما بيدخلها إلا هي سابق ومعول عليها والشوت رئيسي والشوت شوت ناري يعني يعتبر من أقوى لشوات في عمان وكلهم يبون الخنيير تراهم ما عقضوا شو اللي محمل مثل ما قال بن ذعل ومحمل منك ما يأي عشان يمشارك يا الله يأي شارك ويأخذ رمز ويأخذ رمزه نعم هذه نقطة النقطة الثانية في بعض الحلال مركوض رماح وإحنا شاهدنا بعض البكار ركضا في الرماح ما أدن بالشكل المطلوب في البشاير المسافة الأرضية الرماح أعطت شوي إرهاق أما في بعض البوش لا نعدن في الوذبة والمرموم في عمان باتي بيظهر مظهر قوي في عندك أنا كنت رايح مع بكرة الشالولي اللي هي برلين لكن طلعت البكرة عندها وعكة صحية وانسحبت وانسحبت من الشوط نعم عندك غي شالة سيارة في أوكسي في السرية بكرة عبدالله اليحاف نعم غي عندك الياسات بكرة المكتوم اللي هي سوق في الرقيعات البينونة تكلم عنها أبو اليمامة عندك شواهين رقم 26 سابقة في الوذبة وتائمها 24 26 البكرة هذه عندك الطايلة بكرة محمد بن حميد الغفالي سابقة في المرموم في أول موسم عندك بكرة هذا الميدان اللي هي السرور نعم بكرة قوية وتندفع في الشور هاي البكرة صعيب بن طويش بعد قوية صعيب 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 في التاهيل لبعد الكبرى وتمثل شعار بن طويرش عبدالله بن طويرش وعبدالله بن طويرش صاحب نقطتين ذهبيتين في هذا الميدان بالضبط بالضبط بالتالي هو وحيد عندنا خطتين ومنهم وأتوقع هو أيضا صرح أنه مستهدف الشوط يعني أتوقع هو مشارك في الشوط الوحيد هذا مشارك بكرة بكرة وحدة بالتالي الخطر وفيه بكرة أحب أن أضلح لها وراعيها خطير جدا اللي هو فتنة فتنة رقم 5 وخمسي الله يبعدكم مع الفتنة نعم هذه سيارة في مهرجان أوكسي ويائبة 6 و 5 كافر هاي البكرة ليلة حمود الحاردي نعم لحمود الحاردي في السورية وبكرة قوية وتوقع أنها بكرة لها وصلة في النهاية يعني الشوط ير بكر مش ير قلت لك فرد عضلات يعني معنات بكر تصريحات يعني مصطلحات ما شاء الله لا يعلم عليكم التصريح بالمصطلحات الترشيح نعم الترشيح أزين طبضة لا الترشيح أتمنى الواعي الواعي ولكن تتمنى أتمنى الواعي تمنى الواعي والترشيح فتنة فتنة طيب حياكم الله هذه الشوط الحقائي طبعا لما ذكروا الأخوان سن المفاقئات صعب التكهن فيه كثير عندنا في رقم 1 و رقم 2 نهجنا البشاير الواعي والشاهنية الواعية بنت الواعي الرميث هي أمها بن صغان انتقلت ملكيتها عند بن يطباع العامري نعم هذه البكرة سابقية في الكبرى وفي دبي في سيف العرب مع مالكة السابق وسبقت فرماح ويابتين مميز 6 و 6 وقربتين منها 6 و 21 بكرة متميزة وبكرة بيكون لها تواجد وبكرة إن شاء الله بقوة نعم عندك رقم 2 اللي هي الشاهنية الشاهنية طبعا أبوها شاهن ودرن عيمية بعيد الشيخ سيد بن محمد آل نهيان ومهبد شاهن بكر هاي سابق في دبي ثلاث مرات وسبقت باسم هيقنا البشاير مرتين مرة في دبي ومرة في اللبسة كاف فحضير عم بيكون يعني طيب إن شاء الله بمر الله الياسات بكر قوية عم ذكره الأخوان قنا لا قنار أو لبا اللي هن باسم ناصر الدوحاني هذه البكرات قوى وحدة منها المادري أو القنار أو اللبا شعار شعار الدوحاني شعار الدوحاني خطير في السن هذا فعلا هذه البكرة وحدة منها انتقلت من عبيد بن عليب المكتوم القنيبي من أيام خذت السيارة في الشوط الأول هنا في في السيح السري وسجلت أفضل تيم نعم بكرة قوية وعلى ما أنتا تقول أمس تعتب عليه نحنا تقول أنتم ما خذيتوا السيارة البشاير ورد عليك أحميد أنهم هذه القماعة يبيعون وهذه بكرة من ضمنها الباكر بتهدد في الرمز لو خلها عبيد بن علي باعها في ثمت عشر واحد ونحن اليوم في خمسة عشر ثنين أو كم بكرة بعدما كملنا شهر طيب عندك الشيخة لسالة بيحمد مش طيط بكرة قوية هيايا في الكبرى خامسة عندك نفس الشيء بينونا اللي هي بسم عبدالله مش طيط رقم تسات عشر اللي يضم لها حمد بيش طيط هذي بكرة قوية وبيكون لها تواقد قوية وخاصة عنده أبو صقر أبو صقر خذ رمز الحقائق العام وخذ كاسل الخليق في الوثبة وكاسل الخليق بتوقيت حدث يعني ما أربع دقائق وتسع ما كل تسقل في الوثبة من في الخليق في الخليق أقرب تيم كانت له بكرة هيب أربعة وخمسة عشر نعم يدافع عن شهطة بنشطيط يعني بنشطيط بنشطيط رقم صعف الحقائي طبعا طبعا لا 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 بالنسبة بو صقر اسم صعب نعم وبكرة بيكون لتواقد في الشهط هذا وطبعا المفاقيات وارد عندك نجران وعندك عهد بشعار سالة بن سعد ذي لبكارات لهم وصلة بكارات سبق ومشاركات في الكبرى ومشاركات في اللبيض ثاني وثالث وبكارات بيكون لهم تواقد عندك هدف ونادرة أربع بكارات وبرزمان وبرزمان بسم الممثل الدايم مثل ما عودنا هذا الشعار شعار متميز ما شاء الله وشعار ما يدخل في الشوط اللي لما تكون عنده ناق قد الشوط معروف الناق اللي عندما بقد الشوط ما يدخل في الشوط عندك طبعا على ظهر بينونه وصوقه وقبارة هذا مشاركة نعتز بها كعمانيين كافة وبيض الله ويها سلطان الحمدان متابعة لهذا المهرجان الخاصة طيب ترشيحك على أحمد لأن القائمة 60 سن على بكرة بكرة اللي هي رقم 66 صعايب العلي بن طويرش في محمد لهيبي هذا الشعار اللي ما غابت عن الشمس خاصة في مهرجان البشاير الله وهذه ثاني في رماح وثاني في المرمم بكرة بيكون لهتواقد في الشوط يعني أنت ما شاء الله عليك كنز معلومات عن المشاركات في الشوط ولله ولله للمكرات في مكرات لوله موجودة وموفينا بحقه ونعتذر من ملاكه بحكم المتابعتنا في مشاركاتنا السابقة وصلني ترشيح من دولة الإمارات العربية المتحدة عند حميد بن حبس المشيخي من أهل الوقن ليلا أركض في الرمز عند قعود هقيان في سن الإذاع ويا خامس على الرمز وأنه مثله من هذا المنبر ورشيح للواعية لأن الواعية طالعة من عندهم من ميدان الوقن وعارفين وعارف ركضها من يوم صغيرة وعارف منتقها ومتابع ركضها بكرة وقال لي ذا بكرة في يومها وما عندها خلل طبعا أنا صراح التقيت بالمضمر هقيا البشائر اليوم وصراح لأنه في عندهم خلل فني لكن على ما يقول المثال السبوق السبوق خلال صحي نقول والله نعم خلال صحي عندهم خلال صحي في العزبة حتى الثنية اللي موجودة في الكشف بكرة اليوم ونصابت عليها وما بتشارك اليوم هذا الكلام عبيد بن محمد الله يعوض لكن نقول حن إن شاء الله أن كل شيء يتعوض والسبوق والسبوق تستر الخلة معروفة بكرة السبوق تستر الخلة كلها إن شاء الله وتكون الواعية من ضمن أبوش اللي بيستر الخلة بذن الله ونرشحها ونضيف ترشيحنا لحميد بن محمد المشيخي ونهنيها على بشاركة في الرمز وبيض الله ويها وترشيحنا نضيفها لترشيح نعم إذن ثلاثة أشواط وثلاثة ترشيحات لشوط الحجائج البكار غدا الواعية شبه جمع على واعية هجن البشاير بقيادة عبيد محمد الوهيب نتمنى للمتوفيق إن شاء الله وبقية الشعارات ننتقل إلى مخرجنا شوط اللقاية بكار إذا بنعرض الأسماء في الشوط الثاني وفيصل إذا عندك استعراض للأسماء اللي متواجدة في هذا الشهر والله أخوي يوسف اللقاية شوي بارزاعة أكثر عن حقائق نعم وممكن الواحد يعمل لهن ترشيح ويعرف لهن اشتراكات أما الحقائق يعني الصعب أنا أقول لك ممكن نتخلها أي شيء نعم في الشوق عرضنا عليها بيع السريع نعم أما اللقاية في عندك ضجة هذه الأسماء على الهو مباشرة منصورة لهجن البشاير وتتصدر القائمة في عندنا منصورة بشاير هذه طبعا مشتريات قديدة بشاير هجن البشاير نعم فيكون لهم تواجه شوف هجن البشاير مستهدفات المشكلة أن هجن البشاير صار لهن استهداف شيء طبيعي لأنه صاحب الأرض والميدان بعض الحلال يعني هجن البشاير مستهدف بعض الحلال ما عليها عين ولا محطة تحت المجهر نعم اليوم اللي بيركزون عليه الشعر اللي أخضر إذا شافوا البطية رايحة قدام دفعوا وراها نعم والذي شافوا ما تخرى خلوه لها احتياط فاستهداف للمنصورة والبشاير يكون باشر بشكل كبير مثل ما صار مع الشاهينية في شوط اللقاية صحيح يوم السيارات عندك فيه رقم أربعة اللي هي ضجة هاي سابقة في الوثبة ويايبه من الأربعة يايبه ستة واربعة ستة واربعة نعم بكرة الدرعي وعندك غزر بعد فيه عندها سابق بكرة عبيد العامري نعم سبعة وعشرين اسم تحضر في الشوط عندك هيلمان هيلمان والشبلة بكار حمد الشطير حمد الشطير نعم نازل باسمين نعم ثلاث اسماء ثلاث اسماء هيلمان الشبلة وهبايب هيلمان مسألة نطة في رماح مع الأرضية ذيك يايبه سبعة وستة وخمسين أما الشبلة سابقة في المرموم فأتوقع وفي عندك ضنون سابقة في الفلي اللي هي بكرة السويح وهيبي لكن أشوف المنافسة بتنحصر بين هجن البشائر وهجن حمد بشطير دير بين بيصير من بينها كل واحد من زلزل ثنتين وثلاث نعم فبيكون بينهم يعني فيه أوراق فيه حرق أوراق بيستوف ماذا هذه القائمة مخرجنا القائمة اللي قبل نعم بيستوف بينهم ديربي في وسط ما نزل ثلاث يعني حمد شطيطة نعم نعم إلا أنه بيكون في تكثيك ومخيرة حلالة بيكون في تكثيك عالي عالي جدا في الشوت لكن لو بتشوف لو تتابع الشوت على الواقع بتشوف تحركات غريبة من الشعارين هذي لها أتوقع للشعارين هم بيأخذون مساندة في الشوت نعم لكن بيظهرن أسماء غير في بيستغل لنا الوضع بيستغل لنا الوضع أكيد بيستغل لنا الوضع يعني طيب ترشيحك في هذا الشوت أنا أتمنى أتمنى هجل البشائر بشكل عام يعني لكن هيلمان خطيرة هيلمان حمد شطيط سالم الوهيبي حمد طولي عمرك عندنا في شوت اللقاية عندنا منصورة منصورة هو بشاير الهقين البشاير منصورة بنت شاهين ومها بن صوغان سابق في دبي بسمى لكها في شوت الشيوخ ومن يرغب بكرة سابق هناك والعام رصيدها سيارتين ونفس الشيس سابق في سويحان والوثبة بالنسبة البشاير بشاير أبوها شاهين دغاش ومها بن صوغان الزراف أمها حاصلة على سبع سيارات ومشرية من حمد بن هيان العامري كيف بكرة هذه معدوبة لقية متأخرة معدوبة لقية واركضها في الرمز عند صاحبها طبعا اللي هو بن هيان ولما انتقلت الهجنة البشاير سبقت ثلاث مرات مرة في اللبسة ومرتين في دبي كيف يعني تم معدادها بالشكل الصحيح نعم عندك دغاشة دغاشة اللي هي دغاشة مير السلطان الهاشمي بكرة سابق في مرموم وفي الكبرى وثاني في تسعير تعمال بكرة بيكون الهتواجد نفس الشي عندك رقم عشرة هواء هواء الشعار الممثل الدائم طبعا ما تغيب على الشمس ما شاء الله في كل الرموز المتواقد وخطير وخطير وبيكون لتواقد وحمد محمد ما شاء الله خطير يكون لنصيبة حمد يعني نازل بكل برقلة في هذا اليوم فعلا نازل بكل برقلة حمد باكر بيكون متواقد في قمية على شواء عندك اللي هن بكرات حمد بنشطيط بكرات سبق هاي لمان سابق في السعودية والوثبة والشبلة في الشوط الأول في المرموم وهو بايب نفس الشيء لهم شاركات في عمان والإمارات بكر سبق وحمد بيشطيط نفس الشيء مستهد في الشوط نعم عندك اللي هي مزنة مزنة ناقة محمد بن سعيد بن سلطان هذي أبوها شاهين لمهيري الشيبة وامها بنت مصيحان السنة ثالثة في تسعير عمان في فلي وسابق في الإمارات مرات متعددة ورصيدها موترين قبل نعم عندك اهتماما أخوها من المر صيدة سيارتين بيض الله ويحك إنجازها السنة ثانية في المرموم مع كسر تيم بخمس ثوانية عم باقي الأشواء كاف واللي سبقتها اشترتها هجنة الرئاسة مع علي بن يمير ويا الثاني على الكاس كاف ترشيحك في هذا ترشيحك والله يروح عند اللي هي بشاير اللي هي على اسمها على بشاير بيض الله ويحك إذن ترشيح أول لهجنة بشاير وبالنسبة بقوة وهواي النفس الشي اللي هي الحمد بن محمد بتكون اللي باسم حمدان طبعا مرزوق العسكري لكن عليها شعار حمد بن محمد لهيبي بيض الله ويحك على هذا التحليل أبو لي معمى ما قصروا أبو علي وحمد عرق الليوية الأسمال يعني اللي هي ظاهرة عرقوا عليها وذكروها بيكون استهداف من قبل حمد بن اشتيط للشوط أكثر لأن عنده عدد أوراق أكثر من الآخرين حقنا البشاير بيكون استهداف أكثر بيصيص تنزاف توقع من بداية الشوط ما في بكر بتروح قدام وترتاح ما شي لأن كل مطي بتصلح قدام حد يروح معها يعني بيكون ضغط من بداية الشوط المطائل بين متخرات يعني بيكون يعني وصولها من بعد الثراث كيلو من بعد الأربع كيلو هتوقع أنه بيكون عندن هن حضور السبق ولا لعمل دالله ضنون بكرة صبيح بن محمد بكرة أخر وإذا خدم الشوط لها بيكون لها نصيب الأسد ضنون بكرة صبيح بن محمد صبيح بن محمد نعم وعندك بكرة حمدان العسفري هوايل بعد بكرة أخر إذا صالها والبشايد أخرت شوية توقع أنه بيكون السبق عندها لو أخرت يكون السبق عندها لو أخرت لو ما صار استنزافها من البداية بكرة الهني وصلت في الكيلو اللخيرة وصلت ثمانية منطقة اللخيرة تم استفدامها في آخر كيلو السبق عند البشاير والعلم لله وتوقع أن يكون السبق مع البشاير بكرة يديدة طازق يديدة بكرة ما دوبة لقية بكرة ما عندها استنزاف وتوقع أن يكون لها حظ أكثر فحالة أنه وصولها في الكيلو مثل اللخيرة بيض الله ويهك حمير يوسف الشباب مقصر إذا هم الله خير عرقوا على المستوى الفني بس أنا عندي ملاحظة بسيطة أنه معظم خلنا نقول ثلاثة واربع اسماء داخلين بأكثر عن اسم كلهم اسمين ثلاثة اسمين ثلاثة معرف هل أنه يعني تسجيل أساساً يكون يتقنبون لأن التسجيل من فترة طويلة فيتقنبون للعوارض الصحية لتسجيل أو تغيير من هذه الأمور أو أنه في في حسبة معينة على أساس أنه تكون مجموعة مستهدفة قدام والترشيح بنروح مع هجن وبشاير مع بشاير بالذات وفي تكتيك الشوط يعني الأسماء ستكون حاضرة لأن الشوط شوط رمز الشوط شوط رمز يعني ما حد بيسجل لا يوجد طيبة الصحية مرتاحة بالضبط لا الشوط هذا الشوط سيكون سريع بالضبط بالأمان أنه سيكون سريع لأنها معظم الناس الداخلين يعني معظم المشاركين ثلاثة أربع اسماء نخبط الحلال هذا اليوم وعندك نخبط الحلال وعندك رمز يعني مش ناقل عادية اللي تقاوم في المجال ركض طيب رح عند بشاير تحليل الشوط تتوقع بشاير ترشيح بشاير نعم بشاير إذن هذا هو شوط اللي قاية إلى شوط لذاع متابعين الكرام ومخرجنا إذا بتعرض لنا أسماء المشاركين في شوط لذاع البكار تقريبا تقريبا تسع وعشرين اسم أو نعم تسع وعشرين اسم تتصدرهم هجن البشاير بعذبة وبحور وبقية الأسماء نبدأ من أحمد بالنسبة لسن الإذاء هذا طال عن السن الأمتاع السن الأمتاع والإداء نعم هنا نتوقع أن ظهور ممثل السلطنة بيكون حماليتها أكثر وأكبر ليش؟ لأن في السن كل ما كبر السن حمد يتميز ويملك النخبة نعم لكن بيكون فيه شعار قوي نفس الشيء الحارب بن مغير العميمي الذي موجه له أكبر شكر وتحية وتقدير يزاهم الله خير الحارب بن مغير وطاقة من العزبة كامل اللي يشرفونا وشاركونا هذه أسماء هنكنا نتابعهم بس ونشوفهم في المحافلة حارب طبعا صاحب سيوف وصاحب عزوة وصاحب شعار من الشعارات اللي لا تغيب عند شمس الإجازة يعني زوهم الله خير هذا شرف كبير أول شيء أنهم يعطون المهرجان هذا حقمه فمشاركة بحلال طيب النايفة هو مزنة وعندنا طال عمرك حقنا بشاية داخلين بعذبة وبحور في أسماء مشاركة بقوة في عندك شخصية لمحمد بن حمد بن عتيق العامري عندها سبق وعندها مراكز قوية عندك 29 سمحة عندها سبق في السوان مراكزة طيبة سمحة الياحافي نعم هذه الأسماء 29 والأسماء كلها إن شاء الله ترشيحك ترشيحي طال عمرك بروح مع حقنا بشاية عذبة ولا بحور والله توقع عنها إن شاء الله يكونوا مثنتين هنا قطن مستوهم متقارب عندك طبيعة تركضها تركضها نتوقع عنها عذبة نعم بروح مع عذبة طيب عذبة أبو اليمامة عامر بسالم الأسماء موجودة غني عن التعريف الشعارات غني عن التعريف الحلال موجود حلال نخبة كل ما كبرت في السن عند اللقاية والإداع والثناية تبقى صفوة الصفوة يعني ما حد بيتمسك في ناقه يدعو ولا لقيه ناقه عادية إلا ناقه كيف رصيتها موتة ولا نافسة ولا سابقة نعم نعم لدينا شعارات قوية نحن بنتكلم على صعيد الشعارات ما مدخل يعني في خوض المطاية عندك شعار حارب مغير داخل بثنتين مثلا ذكر لخو حميد عندك شعار أحمد محمد عندك شعار أكين البشاير وعدة شعارات موجودة ما فيها قصول ونعرج مارتها ونعيد الكلام الجميع اللي مشاركة أنه مثله وأنه كلها نقفوا وذا كان يعني نقصنا الحديث عن مطي معينة يعني عدل معلومات عنها ولا ما توصلها عند صاحبها ولا حلال كلها كهو أنا بروح عند بحور هقن البشاير بحور هقن البشاير بحور هقن البشاير هذا ثاني ترشيح لهقن البشاير فيصل بس ذكرت رحميد عند عذبة 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 بحور طيب ترشيح للبشاير فيصل شوف شوط الإذاع أتوقع أنه بيكون شوي أخف من اللقاء والحقائق بيكون شوي راقدات من 6 كيلو وفيه شعار ما يقولون ينكشف الضباب ينكشف الحقيقة شروع ما يقولون قدامهم فما قصروا الإخوان عدوا البشاير الموجودات في الشوط لكن نسو واحد خطير جدا 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 وشوف اسمه في الكشف رحم 20 جاسم الغيلاني هذا إذاعي توقع اللحظوه قوي سرابة نعم وعندك خميس زرعي يعني هالجعلان شكلهم هالشوط مستهدفين بالضبط وعندهم خيرة الحلاة نعم لكن أنا في الترشيح بروح مع حميد أول مرة بروح معه بياه نعم بروح مع علبة لأنها صاحبة السيارة وعند وصيفة السيارة أهام واتمنى لها التوفيق مرشحة قوية للشوط نعم ولكن حذارة من الجاسم نعم اللي يتابعنا في هقنا البشائر عندهم دفاع هجوم دفاع هجوم يعني عندهم بكرة عالي حلقون ورقة ببضا نعم 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 طبعا في سن لذاع نبدأ بهقنا البشائر عندهم عذبة وبحور عذبة بوهود شاهيل كليل يومها بنت مشهور السنة سابقها أربع مرات ورصيدها سيارة العام الماضي السنة وصيفت السيارة في الديت مهرجان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسابق أربع مرات مع مالكها في التمهيديات ومرة واحدة سابقة باسم البشائر في دولة الإمارات عندك بحور بحور بنت شاهين ومها محلية العام سابق مع مالكها السابق ورصيدها سيارة العام واستنى نفس الشيء سابقه في مراكيض طيبة عندك شعار حارب بن مغير العميمي داخل البكرتين اللي هي نايفة وصوغة وهذا شعار ما يمتلك إلا السبق والنوادر وما تعنى من دولة الإمارات إلى السلطنة في البشائر إلا بسبق وله قصد في الرمز عندك حدثوا برزمان باسم الممثل الدائم هداف الرموز هذا الشعار طبعا دائما نذكره في تحليل كل الأشواق يمتلك سبق ومن خيرة الحلال عندك روابي رقم 18 اللي هي العلي بن محمد بن عبيد اللي قتبي بكرها قوية ولها سبقات ومشاركات ومنافسة على سيارات عندك الشاهنية رقم 22 لهلال بن حمد بن حمود الينيبي هذه بكرة قوية ولها مشاركات في الديوان وهي من صاحبة الميدان ميدان البشاير وانتمنى لهذا الشاب بالظفور بكره في الرمز طيب عندك شخصية شخصية بن عتيق العامري بكره سابقه في تسعير تعمان السنة رقم 29 لمحمد بن سعيد بن سلطان يحافيها طبعا شعاره معروف سمح ابوها الوسمي ومهم حلية وماخذ النيسان السنة في السوان بعد الرمز نيسان اللي هو بعد الرمز ولهذا أبقات في الإمارات وإمان ونعتذر من جميع المشاركين نعم احنا ذكرنا اسمين 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 يعني عندي فقط قبل لا أطلع للتقرير القادم هجن البشاير اسمين ممثل السلطان الدائم اسمين اسمين العميمي اسمين بيكون فيه التبادل في المراكز فيصل أكيد بيكون فيهم بينهم بيكون فيه معركة دائرة بين الثلاثة الشعارات هذه باكر أنا أقول لك اللي مدخل لك ثلاثة في الشوط لازم يحرق شيء لازم يحرق شيء لازم يخطط دفاع شيء على ضوء المسار الشوط نعم بتشوف يندفعان ويحوشون من حتى من كيلو ثلاثة يعني نعم بمعنى الرمز أنه ما بيطلع من الشعارات الثلاثة هذه ما بشرط السم جسم هو نصيل لكنهم هم الحظوظ الأكثر هذا الشعارات الحظوظ الأكثر الأولي أنهم حلال عندهم يعني مثل هذه البشاة نازبة مشتري كلها يجوي بكارات السابقات والهن وصلة وبكارات يعني الهنين جاز حمد محمد نازب حلال بسمين يعني عربا لعنتهم حلال كثير وعرب عندهم سبق ولهن في الشعارات الأخرى المشاركة السبوء تفرض نفسه سواء عند حمد عند أي واحد السبوء تفرض نفسه نعم كل سنة نعم والسبق ما حد يقدر يحتمله هي وقهات نظره في النهاية دائما الاجتهادات ما تكون بخطأ وبالصح بببب طيب ترشيحك أحمد ما خد ترشيحك على السريح ترشيحي والله يروح مع عذبة لكن حدث عذبة البشاة حدث اللي هي باسم سعيد محمد سالم لوهيبي بكرها بكرها بيكون لها تواقد حدث وعذبة حدث وعذبة والله الترشيح طبعا بروح عند عذبة عدون مرات عكي أسمن عند عذبة الترشيح إذن الثالث راح يكون أو الرابع تقريبا في جماع على لذا راح يكون نعم بإذن الله التوفيق للجميع إلى شوط الثناية احنا بنوصل إلى الثناية ومن ثم بناخذ بعض لأن شوط الحول راح يكون يعني مطور راح يكون فيه قصص في سيناريوهات متعددة كل محلل حاطلنا سيناريو لشوط الحول لشوط الثناية مخرجنا إذا بتعرض الأسماء على الشاشة طبعا تتصدر القائمة كالعادة هجن البشائر غزوين نعم غزوين ومتعبة لهجن البشائر وبقية الأسماء المشاركة تسعة عشر اسم تقريبا متواجدة في هذا الشوط أحميد الجنيبي مهار راح والله هذا السن طال عمرك سن مميز الثناية وخاصة حن شاهدنا يوم لاندو كروزر الستيشن شوط الستيشن في الثناية الشوط الرئيسي كان واحد من أمتع لشواط فنتوقع أنه بيكون سريع نفس الشيء عندنا المشاركين هجن البشائر مشاركين بغزوين شفنا اشتراك غزوين خليقي في مهرقان لملك عبد العزيز وأدت أداة طيب وركضها كان طيب لكن نوعية ركض غزوين سهل استهداف لكن طاقاتها إن شاء الله طيبة ومعززة بمتعبة متعبة خلاص متعبة صحيحة عندنا سماء مشاركة كثيرة عندك شروط لسعود بن سالم السعيد المنعي هاي في رصيدة سيارتين وعندك عروبة لا خلاص عروبة نسحبت بعد نسحبت بعد خالدي طحته بنا كذرة الانسحابات فعندنا سلطان العميمي نفس الشيء شعاره بن مغير مشاركة طيبة باسمين باسمين معنا وأمواج اينا شوفوا السن الكبير خاصة أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة متميزين يعني عندهم نخبة الحلال فتوقع أنه بيكون لها إن شاء الله دور وظهور بارز عندك الضبي هاي بعد عنده اشتراك وياه ثاني في الزيد لسالم محمد الزفنة ضبي العفاري اينا لكن ما نعرف بوش بن الزفنة نفس الشيء نقدم لها شكر هذا الريال يشارك معنا في كل المهرقانات وممسع عليه أيضا علي سالم بالدهام الوهيبي المداهم مشارك بأضواء اسم كبير أضواء أو أضواء 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 أنا بروح مع غزوين نعم مخايل ما تطرقنا للمخايل حمد محمد غني شعار غني عن التعريف والتكرار ما يضيف لشيء ما توقع أن يضيم لشيء لكن لأول مرة يدخل باسم يمكن أن اسم كبير أضواء عنده أضواء عنده أضواء نعم نعم حتى لو دخل باسم حمد يعني عنده المام بالأسماء اللي في الشوط ويحط الخطة على حسب الشوط اللي يشارك فيه وعلى حسب منهم فيه يعطيهم العافية المؤسسة مكتملة استراتيجيا تخطيط لشواط دراسات الشباب ما شاء الله عليهم يعني بادرين جيهة طيب ترشيحك ترشيح مع غزوين ترشيح تشبيح على رأس القائمة كالعادة الحلال الطرق لها أبو سالم جميع الحال أذكره أنا بروح عند مخايل مخايل أحمد محمد بن سانوهيبي السبب واحد السببين أيوا السبب الأول يعني يكاد أنه ريال عنده ثناية وركضه نسمع عنه في الثناية وستوى الثناية عنده شوط السيارة سيطع الأول وثاني بريحية وتوقع بك هذه أفضل من مستوى بكالات النسيارة وفي النقد يأخذ دقيباً ما لأربعة ثلاثة شوات ويدخل بأسماء بأسماء كثيرة يمكن أن نتسكر عليه التشغيل توقع عن الممثل أو كان يضف من هاتينتين أو ثلاثة شوط ما شاء الله غزوين بكره يعني عند غزوين وانت من شاء التوفيق للشعار الأخضر والشعار البشاير لكن غزوين بكها تستهدف من البداية وتستنزف والأرضية معنا ما تساعد الأرضية ثقيلة منطية تسرح في هذه الأرضية بالندفاع صعب تواصل الأقواء يعني ما تساعد يكون معنا في الفترة المنساء يكون دائماً معنا وقت محب يكون ضد الحلال ينطلق من الثمانية كيلوين الأوليات يكون يعني في الاتقاهة شبه معاكس في الأربع كيلو الأخيرات والستة اللي يتبقى بعد الكيلوين يكون شبه معاكس في الأربع يكون معاكس وقه الوجه اللي هو ما يكون مساعد معنا إلا بعد 600 أخيرات أهم شيء 600 أخيرات ولو يكون معاكس صارت مخايل مخايل كيف أصد؟ والله يا أخي يوسف أنا أشوف معنا ومواج هاي شالات سيارات في ختام المرموم العام الماضي ولهن سبق أمواج لها سبق قوي إذا موجودة مسجيلة في الكشف عندي الشروض ثالث في المرموم اللي هي بكرة صالح المنعي ونحييه من هذا المنبر ولهن فيه رصيدة سيارتين مثل ما الطرق الضبي لياسر الزرعي عند السيارة مخايل بكرة سبوق إذا موجودة أمواج أتوقع أنها أمواج لها السبق أمواج نعم اللي هي أمواج سلطان بن عارب بن مغير طيب توزعت الترشيحات في الشاطئ من بدين سن الكبار 8 كيلو بدت الأوراقة بالتناثر طبعا في سن الثناية بتكون غزوين بس حاضرة من هقين البشاير بكرة وحدة نعم هذه البكرة بنت سراحة أموها بن قبار رصيدها موتر في الديت ولها خمس تراكات السنة سبق وياس ثالث فرماح باسم هقين البشاير عندك اللي هي الشروض بكرة لمنعي لها سيارتين ورابع في المرموم عندك مخايل ناقة قوية باسم الممثل الدائم معنا وموائق نفس الشي باسم سلطان العميمي بكر اللي رقم 11 الشاهنية باسم حمد محمد الدرعي حمدان بن حمد بن محمد الدرعي هذه لها بكرة بكرة لها اشتراكات طيبة وبكرة سبوك وبكرة ممكن تنافس رقم 14 اللي هي الضبي بسم سالب بن حمد بن الزفنة العفاري هذه البكرة يضمرها سعود لحوش بكرة سبوك وواصلة وباكر بتشارك وياي ثاني استنى في مهرجان الديد محمد بن زايل ورصيدها العام الماضي موترين بكرة بيكون الهتواجد نفس الشيخ الشوق عندك الضبي رقم 19 ياسر بن سعيد بن بارك الزرعي هذه البكرة رصيدها سيارة العام الماضي واستنى لها سبقات في إعمان والإمارات ترشيحك ترشيح يروح عند غزوين هجين البشاير إذن ترشيح آخر لغزوين ربما يصابت متعبة البشاير اللي كان المفروض أنها تتعب المشاركي في هذا الشوط ستلخبط بعض الأوراق في الشوط ولكن نتمنى توفق إن شاء الله لشعار هجين البشاير ولكل الشعارات في شوط الثناية الرئيسي غدا واللي راح ياخذ أحد الرموز الموجود معنا في الستيديو فاصل مع تقرير عن عزب الضياف من بعد إن شاء الله نتواصل معكم خلوكم متابعين وشوط الحول لا يزال في الانتظار للحديث عنه مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بعض ضيوف اللي يردون النبا اشتغر سبوك من على الخط اشتغر ويلوك ويلو ملايين اللي يتحط ملت موت حط تيام ما هي في المياه حياكم مشاهدين الأحبة وطبعا نحن متواجدين هنا في عزبة الضيوف الخاصة أو التابعة للسباقة أو للسباقة السنوي بميدان البشائر السنوي وفي نسختي الثالثة من 2018 عزبة العم علي الحميدي طبعا واحدة من هذه العزب الخاصة بالضيوف المشاركة سواء كان من داخل السلطنة أو حتى أيضا خارجها نرحب بك عم علي وتكلمنا عن هذا العزب كيف شفته العزب في هذا السباق السنوي أهم ما يميز هذه العزب عن السباقات الماضية نشكره نشكره لهذه الضيافة والهذا العزب اللي قاموا به ونشكرهم ونشكره الحكومة الرشيدة لهذه الضيافة الحمد لله ما فيه أي حاقي صبا ما فيه أي حاقي يعني نقوص بجميع المقالات اللي ما تكلم فيه هو نقوص لا فيه عام الركض والحمد لله كل مياه سنة هي أحسن وحسن والحمد لله العزب مرتبة ومنظمة وكل شيء متوفر فيها مثل المطاعم لها الهجن والماء المتوفر والذريات يعني كل الحمد لله والأرضية الوضع كله طيب له الهجن كاف والله نشكر الشباب أهل اللي قنا صراحة متواصلين عندنا وإي شيء ينقص في العزبة يتواصلون عندنا يزاهم الله خير ويفروا لنا والله من ناحية عزب الضيافة لخيما على ما سمعنا ولاقين الشباب يشكرون ويشيدون بالخدمات الموجودة اللي في الضيافة حكومتنا تنظر الأصحاب البادية نظر طوال عمرك بعين الاعتبار يعني الأصحاب مهرة أصحاب مهنة كيزاهم الله خير يعني تدعامهم بمهنة كيزاهم الله خير اشتركوا في القناة للهجن تاريخ من سابق زمان واضح ومحفور في دار الأمان يا عمار نفتديك بدمنا من كل دار أرحب في دار قابوس الكرام دار من نراه على رأس الهرام عد ما يطفون حجج الحرام 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 رحب الدار هياكم الله ومتابعينا الكرام مرة أخرى في برنامج المنصة تحياتنا للجميع وعندنا طبعاً غداً يوم الختام إن شاء الله وأكيد لابد أن نتضرق إلى احنا تكلمنا عن جانب الفني والأشواط والتحليل ولكن أيضاً هناك جوانب أخرى لابد أن نعرضها في البرنامج اللي هي الجوانب التنظيمية اليوم غد والحديث عن الجوانب التنظيمية وكل التفاصيل الأخرى مع مدير دائرة ميدان البشائر للهجن العربية الأخ الفاضل عبدالله بن سالم الجنيبين رحبه في برنامج المنصة يا أهلا محمي يا أهلا بشرنا عنك والله الحمد لله طيبين الله سلم يا أهلا مرأي الله عندكم ما عندك مرة لا والإمامة ما عندك شيخ؟ علوم أبو سالم ماشي الشيخ أبدنا الله الخير إن شاء الله الله أخبار علوم نحن نعيش هذه الأيام فرحة مهرقان المشاير في سنة الثالث واقبنا مظهر جميل جدا واقبنا عبدالله بنتكلم إذا بد الله أروح لأيوم الختام وفعاليات الباكة عطينا كذي لمحة بسيطة عن بداية المهرجان إلى وصولنا لهذه الليلة لشات تنظيمية واللشواط والمنافسة والله هذا العام يعني مهرقان البشاير 2018 يعني مثل هم أنتم عارفين عن ميدان البشاير بفضل الرعاية السامية لقرالة سلطان حفظ الله وامتداداً لسيدي صاحب السمو السيد أسعد لقعل ميدان البشاير منبر للإرث وملتقة للتنافس لأبناء مجلس التعاون والسلطنة حقيقة الأمر أول الأيام يعني عشنا منافسات وعشنا يعني أقواء أحتفالية في عرس خليقي وملتقة للأسر كانت الأيام يعني مضت الحمد لله رب العالمين بمنافسات يعني طيبة ومشاركة حقنا السلطنة نعم ممثلة السلطنة خير تمثيله ونحن اليوم وصلنا للمراحل نهائية من المهرقان البشاير 2018 نعم يعني ما شاء الله عليكم إحنا دائماً لما نيصوب الستيديو واللجان شغالة ما نقول هارب وعشرين على هارب وعشرين لكن عشرين على هارب وعشرين يعني ما شاء الله عليكم في كل اللجان التحضير في كل جوانب الميدان والفعاليات اللي شفتوها متابعين الكرام عبد الله يوم غد يوم حافل أكيد بلا شك يوم غد يوم الختام ختام مهرقان البشاير 2013 في برنامج بالنسبة ليوم غد إن شاء الله بالنسبة لبرنامج غد عبر قناة عمارة الرياضية ننوه للجمهور الكريم بأن إن شاء الله راح يتسكر بوابات المنصة الساعة الواحد ظهراً بالنسبة لدخور القمهور الدخور القمهور الرجالي من بوابة رقم أربعة وخمسة وستة أربعة وخمسة وستة بتكون مخصصة للرجال نعم اللي هي في موقعها الحالي غرب المنصة بتكون فيه مواقف ودخور القمهور من بوابة أربعة وخمسة وستة بالنسبة للقمهور النسائي والعائلات من بوابة رقم واحد ورقم اثنين اللي هي في موقعها الحالي شرقي المنصة بالنسبة للمدعوين بوابة رقم أربعة والدخول من بوابة المنصة والمواقف ألف وباء خصصة للمدعوين مثل ما أسلفنا تغلق البوابات المنصة الساعة واحدة ظهرا بالنسبة للتحضير أصحاب الهجن والملاك بيكون إن شاء الله الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا والدخول من بوابة المضمرين طبعا وراحت تسلم تصاريح الدخول بالنسبة للمضمرين من بوابة مع رقال الأمن بالنسبة لدخول الميدان ننوه للأخوة ملاك الهجن الدخول بيكون للسيارات الغير معتمة داخل حرم الميدان وهذا شيء متعارف عليه بالنسبة للمسار الخارقي بيكون للاند كروزر ستيشن يعني لاند كروزر بدون دخول البيكاب والاند كروزر اللي هو المكشوف بالنسبة للبرنامج يوم غدا إن شاء الله حفل فني كبير سيكون برعاية نعم سيكون برعاية سيدي صاحب السموم سيد سعد بن طارق آل سعيد بيبدأ البرنامج يعني مثل ما نشوف في الشاشة نعم الفقرات يعني السلام سلطاني بعد مثل ما أنتم شايفين في البرنامج يعني مشاركة من من قمعيات المرعح بولاية محوت وكذلك مشاركة فرقة فرقة المزاريع الحماسية نعم بيبدأ البرنامج إن شاء الله واحد ونصف اليوم البروف أظن أنه كان عنده مدروف نعم أحميد ما يفوت اليوم لليا لليوم يلنا يلنا نيوم عابر نعم نعم إن شاء الله البرنامج يعني مثل ما أنتم شايفين يتخلى لها شواط أشواط الرموز بين كل بين كل فقر وفقر وإن شاء الله هذا البرنامج سوف يحييه يعني سبعمائة مشارك ما شاء الله سبعمائة مشارك لليوم الختام لليشربعمائة مشارك ودعوة من قناة عمان الرياضية للقمهور الكريم للاستمتاع بهذا اليوم بيبدأ الله وسيكون إن شاء الله نقل مباشر من قناة عمان الرياضية ونحييه على القهود بيبدأ الله من أخراج هذا الحفل الآخ سعيد الفارسي كاف فنوقع للتحية من قناة عمان الرياضية على هذا القهد المبذول استاهل هذا بالنسبة لهو يوم وغدا إن شاء الله بيض الله يوكم يعني ما شاء الله تنوع في الفقرات مثل ما ما نشوف واحتواء سبعمائة شخص في عرض في مثل هذا المهرجان وفي مثل هذا المحفل يعني شيء مش مستغرب عليكم على هذا الجهود الطيبة يا عبد الله نعم أكيد يعني الجمهور دائما يعني يطلب ويطمح للتغيير وإحنا دائما نسعى في ميدان البشاير أو في دائرة ميدان البشاير بأن نقدد سنوياً للمهرجان لإحنا في ميدان البشاير الفيات المستهدفة كل فيات المجتمع المستهدفة يعني ما ننظر لفياة عن دون الأخرى وإنتم مثل ما شفتوا في الأيام الأولى ما شاء الله يعني الحضور حضور أقانب حضور عائلات للاستمتاع حضور طلبة مدارس حضور كليات في ميدان البشاير يعني دائماً مستقطب لقيمة الفيات المجتمع نعم وتحسب لكم طبعاً تنفيذكم لرؤية صاحب السمو لهذا المهرجان أن يكون مهرجان اجتماعي الختامي ما يكون مجرد أنه ركض وتسليم رموز والسلام عليكم وخلاص انتهى الموضوع لا في يعني أبعاد كثيرة كثيرة وكلنا اضطرقنا لها طبعاً وشاهدناها ولمسناها في السنوات الماضية وبإذن الله يوم غادة راح يكون يوم للاستمتاع في الجوانب كلها كلمة أخيرة عبدالله حاب أنك تضيف في نهاية هذه اللقات كلمة أخيرة يعني نشكر قبيع أخواني في اللقنة الرئيسية لمنظمة هذه المهرجان يعني بالهم عاد خص نص على قولته السوري خص نص شكر لكل الأشخاص واللقان المشاركة أكيد وكلمة شكر أيضاً للأخوان يعني في جميع اللقان لبدلة قهد قبار قبل وخلال فترة منها الرقان وبعد فترة منها الرقان وكذلك نقدم الشكر أيضاً لقناة عمار رياضي وعلى رئيسه معالي الشيخ الدكتور رئيس محيئة وقميع الأخوان ما شاء الله أنتم بدلتوا قهد كبير محللين برنامج المنصة وكذلك الشكر لقميع الأخوان في القهات الحكومية التي ساهمت يعني بالشيء الكبير في خلال هذا المهرجان شرطة عمانة السلطانية للتحاد العماني لسبقات الهجن الهجانة السلطانية وزارة البلديات وقميع القهات التي يمكننا غفلنا عنها والمؤسسات الخاصة كذلك والشكر لك أخي يوسف الله يطول عمرك من متابعينك ما شاء الله البرنامج والناس ضقبها الله يسلمك نحن نشكرك أنت عبد الله الحمد لله أول مرة حد يشكر يوسف ويحسن لك أن يحرق لا بالعكس لكن كلمة حقصة قال يعني لو لا فضل الله جهود لخ عبد الله عندنا في تأسيس يعني تأسيس استيديو مستقل لسبقات الهجن لأول مرة في السلطنة بهذا الشكل بهذا الفينيشينغ بهذا الشيء الرائع يعني يحسب لكم أنت دائرة ميدان البشاير وربما يكون هذا الاستيديو ليس فقط لنقل السباقات فقط وإنما دائما الميدان يحتضن ماراثونات يحتضن مناسبات اجتماعية وبالتالي خلاص المكان مهيه والتلفزيون ما لكم معذر تعالوا وحطوا كاميراتكم وانقلوا كما قناة عمال رياضية طبعا لا توجهد أبدا في دعم الأحداث الرئياضية نسكل عن ندارة الميدان والدائرة واحد قال تعبوا من بعدهم طبعا أحسنت 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 أقول لك بغينا بس نرسل كلمة شكر لرئيس اللجنة العليا المنظمة الشيخ خليفة البادي سعاد الشيخ يعني كل سنة تشوف فيه لمسات تطويرية خاصة في التنسيق والتنظيم فنوقع لتحييها أبو حمد مسائية وإذا الله خير هذا الرجل يعني يبذل جهود وفعلا يتلقى ضغوط تعرف الناس يصبح وجود المهرقان بهذا الزخم مستهدف من كل المشاركين والمؤسسات فإدارة لقنة مثل هذه اللقنة اللي يقوم بهذه الأعمال الجبارة يحتاج لشخصية قيادية من شخصيات كلمات مستهدف مستهدف بالشكل الإيجابي التطويري فشكرا جزيلا لكل القائمين على هذا المهرجان عبدالله شكرا جزيلا الشكر وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ومن نجاح إلى نجاح أكثر وأشمل وأكبر إن شاء الله إن شاء الله ونشكرك مرة أخرى ونجميع المشاهدين الله يطول العمر كذلك متابعين الكرام هذا اللقاء أنا مع مدير دائرة ميدان البشار للهجن العربية الأخ عبدالله بن سالم الجنيبي فاصل ومن بعده نرجع لما تبقى من أشواط عندنا نحللها اللي راح تكون يوم غادي إن شاء الله شوط الحول واللي هو الشوط المنتظر وكذلك الشوط لايق الأهمية الشوط الإثارة أشربوا لحا ركضا كم كسر رقموا محا لحتم الميدان وان دارة راحا تكرم اللي تعب يديهم ضمار للهجن تاريخ من سابق زمان وضحوا محفور في دار الأمان يا عمان أرقي بعزك يا عمان نفتديك بدمنا من كل دار 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 ونقدم الله نقدر عليه ونحن أبوه في السعدات إن شاء الله ونتأمل خير فيهن إن شاء الله ولا كل حد يعني محظر السبو لكن التوهيق بيد الله ذروة السنان باكر من أترشح شوط الختام ما عارش شغار أبوه تيمور مره غيره ما عارش حد كيف شوفت الختام والله طيب طيب لأسمى جوية حاضرة نعم من أشهد من أترشح والله الرشح اللي نشوفه قوي طول لعمرك نعم هو كذي إن شاء الله بيض الله البشاير حاضرة شعار موثل السلطنة حاضر الشعارات من دولة الإمارات حاضرة وين السلامات بتكون والله السلامات نتمناه للبشاير ومثلت السلطنة مرحبا يا مرحبا بعض ضيوف اللي يردون النبا من وصل يلقى واجه ما يباع قبل يبدأ الشاط وانبكى السداء أرحبوا في دار قابوس الكرام دار من نرا يا هلا يا مرحبا إذن هذه توقعات بعض الجماهير هنا من جنبات الميدان حاولنا نأخذ أكبر عدد ممكن في توقعات الجماهير الحاضرين والمشجعين اللي ستمتلئ بهم غدا منصة ميدان البشاير وصلنا إلى شوط السيف والحول وما أدراك ما شوط الحول شوط السيف اللي موجود عندنا في الاستيديو إذا مخرجنا بياخذ واحدة من الكاميرات اللي موجودة تاخذ هذا السيف اللي يصقل في استيديو برنامج المنصة غدا ستزهو به يد أحد الشعارات اللي مشاركة في شوط الحول أبو اليماما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحين بدأنا البرنامج بدأنا البرنامج وبدأنا تحليل الشوط عن تحليل المهرقان كامل هو دروة السنام وهو سيف البشاير وهو الشوط اللي عدت له جميع المسوسات وجميع الملاك العدة نعم ونزلوا بأثقال ما عندهم ونزلت أسماء في الشوط اللي وزنها والذقلها في عالم الرياضة في عالم رياضة الهقن في المقدمة معنا مزنة وغزلان والضبي الهقن البشاير مزنة وصيفة الرمز العام الماضي والسيف في ميدان البشاير وصيفة كاس الهقان السلطانية وصيفة درع الاتحاد العماني ثلاثة رئيسيات ناقة ماشاء الله حضور نعم قوائم على الهقن عندك غزلان فرصيدها ست سيارات خاصة غزلان عنده عدة سبقات نعم عندك الضبي فرصيدها ست سيارات ووصيفة الرمز في الكبرى ماشاء الله عندك عزوة وهي تصدر قائمة الموجود في رصيدها أربعة ترموز عزوة عزوة العميمي حارب بن مغير العميمي أربعة ترموز في رصيدها أربعة ترموز في رصيدها أربعة ترموز نعم موجودة مدمنة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي نعم على رأس قائمة هقن الممثل السلطنة موجودة من حاف بكرت سالم بن حمد بن ثعلوب الدرعي نعم بكرتها سبق وعندها وصول ومنحاف يعني راعيها مصرح ومستهدف الرمز مستهدف الرمز وقال حموة حضارتني وصلنا إلى نبل رمز ويبشل السيف نعم قلت لك يعني ما فيها ما فيه أي ميجال ما فيه أي ميجال ما فيه نقاش مرة الوضع واصل إلى حد مثل ما يقول الله انتهت الوقت العذار نعم خلاص ركض نعم عندك صروح هلال بن سعيد العفاري واحترام رقم 24 ورقم 21 من عبدالله من راشة بن حول بزفنة هلال بن سعيد العفاري من حول ساميهن نعم بوشة فرصيد هنا مواتر وعند سعود بن علي ودو الحوش بيكون من حاضرات باك اليعربية الحين ترى هذه اليعربية ومدمنة اسمين لممثل السلطان الدين الشاهنية والشاهنية الشاهنية اللي هي بسمى عبدالله بن سعيد بن مرزوق الكسكري ولك نفس الشعار واليعربية ومنحاف ثلاثة أسماء وثلاثة أوراق رابحة دار عبدالله بن حمد في الشوط حقن البشاير ثلاثة أوراق حارب بن مغير اللي هي عزوة وعون ورقتين وعندك الفاتنة عيد بن عبدالله بن عيد المنصوري ثلاث سيارات في رصيدها الفاتنة الفاتنة رقم واحدة ثلاثين واحدة ثلاثين ثلاثة ثلاثين الكامبسة محمد بن سعيد بن بارك في رصيد سيارتين وثالث على شوط التحدي في قطر العام الماضي طيب الأسماء الموجودة واللي ذكرناها واللي عرقنا عليها واللي ما ذكرناها كلها بهالكفاية وحلال طيب نعم وحلالة له وصلة نعم ولها انقاز وما اعتقد اي مالك هقن يعني وصل سن الحول ومطيت متمسك فيه لانا اقل ها وصله طيب عندك الوطن وعندك الشايبة الوطن هو تقدير عند ناصب سليمان بسفيد الخالدي محللنا القدير محلل القدير نعم بوشل ووصله سابقاته لاني ما نطلقه بالتحليل بعد شوية علشان ما نسبب له ضغط زيادة لابن بعد عن التحليل بعد وعن تحليل الحول نعم اللي ذكرناه اللي بيكمله اللي اخوان وانا بروح عند غزلان هيقن البشاير غزلان هيقن البشاير غزلان اذا هذا الترشيح ترشيح شوط السيف واول الترشيح راح لغزلان قبل الحميد راح يقول حميد محمد يعني اريدك تفرز لي الاسماء فرز ومن بعدها بناخذ يعني لمحة عن ربما ما الذي سيحدث غدا طيب تفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً شوط الحول هو خلاصة المهرقان نعم شوط السيف شوط المرتقب للقميع حلم القميع طبعاً في شعارات قوية مشاركة وعددهم في ثلاث وثلاثين حايل هذه الحول مدخلاً في الشوط المستهدفات السيف هذا الكلام معلخ هذا الكلام معروف نبدأ وطبعاً هقنا البشائر ادخلت بثلاث اللي هي مزنة وغزلان والضبي مزنة على ما ذكروا الأخوان وصيفة سيف البشائر العام اللي هي الثاني على البشائر اللي عند بن شافي منتقلت ملكية هقنا البشائر نعم هذه بكرة سبوك وادة أداء طيب طيب إن شاء الله بتدي أداء فترة التأهيل نعم غزلان بكرة سبوك لها السبقات متعددة وإن شاء الله بتكون لها مشاركة بأمر الله نعم الضبي الضبي في رصيدها ست سيارات مثل ما قال عمر مثل ما قال عمر نعم وصيفة الرمز في الكبرى مع مالك السنة هذه قبل لا تنتقل لهقنا البشائر لهقنا البشائر وكانت سبقتها بكرة أحمد بن مايد الخيل هي طبعا وصيفة البكرة اللي عند أحمد بن مايد الخيل نعم المزن رقم عشرة للشيخ علي بن سليم بن صالح اللي نيبي نعم هذه بكرة في رصيدها خنقر سحار العام الماضي ولها سيارة قبل لا تنتقل ملكيتها للشيخ علي بن سليم والشيخ علي بن سليم اشترى المزن لقل سيف البشائر نعم وهذه المزن ربما يعني التصريح اللي أيضا نعم أمتوا التقيتوا مع مالك أحمد بن غدير قال نحن نزلناها ويعني راح يكون مثل ما تقول شوف بكرة في الشعارات اللي من السلطنة راح يكون فيه تنافس يتعاضد لا لا فيه تنافس يحني فيه تنافس فيه تنافس لا يفيه تنافس يفيه تعاضد إنه ما يطلع السيف خارج الحدود إن شاء الله يتعاضد إن شاء الله يتعاضد أحد أوجه التعاضد أحد أوجه التعاضد ذكر أحمد بن غدير الجنيبي مضمر هجن تميز أننا نحن مستعدين لنحرق ورقة المزن خدمة للبشائر بيض الله ويهبه عذاري ريال مقتهد وريال معروف ومضمر على مستوى كان فيه حقم الشحانية عند خاد عحمد خاد العطية وريال ما حق المزن في الشوطة لأنها قد رقم 11 ورقم 12 عند حارب بن مغير بن سالم العميمي طويل غزوة في رصيدها 4 ترموز وكان أحد رموزها العام الماضي سيف الكبرى بكرة قامت راس وانهت راس وعصاها مغروزة لأن صلاة بكرة لم يضربت بكرة سبوك وبكرها ما شاء الله عندها دفاعها قوية لنهاية الخط النهاية عندك اللي هي مدمنة ناقة قوية الحمد بن محمد بن سالم لوهيمي هذه بكرة السنة سابقة في الشوط السادس في الذيت وسبقة فرماع هذه البكرة خطة اللي هي العربية سبقت في الشوط التاسع اللي بعدها طبعا مدمنة في السادس وهي في التاسع اللي عربية سقلت أفضل تاب 12 و 35 على مستوى الأشوار هذه البكرتين بنتكلم فيهن بعدين لا لا الحين اتكلم أنا باك الحين تتكلم عن مدمنة والي عربية هذه مدمنة والي عربية فيهن فيهن أوقيه تشابه وفيهن أوقيه اختلاف طيب هذه البكرات اللي تتشابه بينهن يروحن في أول أركاب كلهن؟ بثنتين بثنتين يروحن يندفعن لكن يكونن بين الثلاث والأربع بين الثلاث والأربع بوش ما يخرن ولا يكونن في المنتصب لكن مدمنة تختلف عني عربية بشي واحد المدمنة لما تواقه ضغط من الهجنة المشاركة علشان اللي استنزاف بكره تقاوم الركاب نعم وتدفع مع الركاب إذا فيه وراق تستخدم مدمنة من الشعارات الأخرى الياعربية تختلف عنها الياعربية لو القيماعة بغوا يستنزفون الياعربية صعب هذه ناقة ما تصير عند الحلال إلا على راحة تكون في المقدمة يعني أنت ذكرتلي قبل البرامج أن مدمنة تستفز أكثر من الياعربية أيوة لكن بعد نفس الشي ما شاء الله ولكن قلت أن الياعربية ركضها أو ربما سدها أكثر عن نعم هنا نفس الشي يتشابه نعلم ما قتلك في شيئا ويختلف في شيئا مدمنة لما تستفزها من البوش ثانيات بكرة تقوم عند الركاب لكن فوق كذيه بكرة تنهي بكرة عندها مخزون هايل عندها مخزون هايل يعني شبيهها بالياعربية بعدين حمد محمد خطط لها ركاضها في الذين في شواط متخرة وكسرت تيما الركض وركضها أن كان يبيض الويه وركضها نفس الشي مدمنة في الرباح نفس السيناريو اللي سويته في الذين نعم طبعا على ما ذكرتك العربية ناقة ما شاء الله عاقلة عاقلة وتعرف حمد محمد متى يطلب منه متى يطلب منه حمد محمد هي متجاوبة نعم أما تستفزها بناقة ثانية لا يمكن تستفز مدمنة لكن مدمنة حتى لو استفزيت فتكون لا يعني لازال أنه يمنها الخطر نعم مهما كانت مدمنة مدمنة ولي عربية باكر خطر على المشاركين طيب أعطيني نعم أعطيني سيناريو الشوط كيف بيكون باكر والله حنا بنعرق على الأسماء شوية قبل طيب عندك اللي هي منحاف بن ثعلو منحاف هذه بكرة في رصيدها سيارة وربع مرات وربع مرات ثانية على السيارة والسنة ثلاث مرات سبق في التمهيديات بكرة إن سامت من قبل المضمر مضمر هايين البشايرة من أيام وصل فيها مئة وعشرين ألف ريال عماني حاول فيه انتقال بالكياه حاول في عبيدة محمد وكان هذه طبعا تصريح من عبيدة محمد اليوم نعم خبرني عن هذه الكلام التقيت عنده نعم وقال عطيت له بن ثعلو بمئة وعشرين ألف ولكن رفض بن ثعلو بالقيمة وقال أنه إن شاء الله بنزل في شوط البشاير ونقول الله يوفق بن ثعلو وقمع المشاركين نعم عندك صروح نعم صروح صروح واحترام هذه البكارات اللي هنا لو نعرض الأسماء الشباب أسماء سن الحون نعم يضمرها باللوحوش بكارات سبق وخاصة احترام بكرها نفسة ومقاتلة إذا كانت بكرة في يومها بيكون لها تواجد إذا كان بكرة أدت على أداها السابق بكرة قوية وبكرة دفاعة وبكرة تنهي لكن ما عرف مستوى هذه الأيام بكرة سبقت يضني في السعودية من أيام طيب وبكرة إن شاء الله بيكون لها تواجد آه فعلا طيب بعد عندك اللي هي العنود بكرة بن منانة رصيدها موتر في قطر ولها سبقات غنايم بكرة الزرعي نفسية موتر في قطر وخامس في الكبرى اللي عربية عرقنا عليها وحتى أن بغيت نرد عليها ما عندنا مشكلة لا اللي عربية ما شاء الله تبارك الرحمن اللي يزعى بنت الحنيش طبعاً له ثلاث سيارات بكرة الزرعي نعم وسيارة فرماحة واصلة عند رعيها مليون ونصف وما بعد يا حافظ فاتنا بكرة المنصوري عيد بن عبد الله المنصوري بكرة هذه لها ثلاث سيارات وخامس في الكبرى ومرتين ثانية في التمهيدي في الوثبة من أيام يا حافظ عندك الذيبة بكرة الزرعي نفسي شناق سبوك رقم ثلاث ثلاثين الكامل هذه رصيدها سيارتين وثالث شوط التحدي في قطر ونقول إن شاء الله الله يوفي نعم طبعاً الله يجد عندك أنت الله يسأل والله يقدم الخير إن شاء الله ما قدر تعرق على ركابة لأنه سيارة يا خالد نعم يستفق لي حركة سيناريو الشوط كيف بيكون باكر نحنا خلاص بعد الاستعراض هذا ما أنا باستعراض لكننا نحن بابدأ في سيناريو الشوط سيناريو الشوط كيف بيكون من الستارت للنهاية وبيكون الركاب لما بينطلقاً بيكون ما في تباعد بين الركاب طيب بتكون مجموعة وحدة فيها يمكن نوع من التوزيع لكن ما بتكون مجموعة ما بتكون مجموعة جدام ومجموعة لا بالرغم موجودة يعني أسماء متعددة في أسماء اللي هن من هقنا البشاير وركابة اللي هنها عزوث بن مغير نعم إن شاء الله تكون موجودة من زين حسب ما وصلنا إنها موجودة نعم وركاب هداف الرموز ركاب هداف الرموز اللي هي مدمنة ولي عربية طبيعة تركبها لما خبرتك في المقدمة في المقدمة وعزوة عزوة العميمي نفس الشي بكر إذا كانت في يومها بكرة تندفع فيندفعها وبيكون هذي لها متجاربات نعم اللي هنها بكرات حمد محمد اللي هي اللي عربية وأختها مدمنة نعم وفي عنده ورقة ثالثة اللي هي الشاهنية باسم العسكري نعم طيب شكراً حمد على هذا الاستعراض طيب قال أن كل البكارة المرشحة يندفعان في الشوط هذا هو السيناريو اللي بيصير حمد والله معظمها يعني صاحبات الترشيح طبيعة تركضها فيهندفع وفيهندنهاية الركض اليوم بشكل عام الركض اليوم بشكل عام يعني أصبح في مرحلة أن الدفع أغلب الحلال يواصل بقيت بس ننوى على أنه حلال بن سعيد العفاري بن دربوت اللي نوقيه لتحية هو موجود معنا في الدار وقبل شوية انتخذينته في اللقاء نعم هو اللي كان يتكلم الله ومعها الرشيد سليم بن حديد القنابي نعم فنوجه لهم تحية نفس الشيء مشاركين مشاركة بحلال ومن الناس المحبين اللي بشائر وصاحب السمو ودى أن يشاركهم بيض الله ونمسي على السفير راشد بالزفن العفاري نعم بالنسبة لسيناريو الشوط أتوقع أن الشوط بيكون سريع فيه استنزاف هني نفس الشيء تكمن أو تظهر الخبرة عندك هذول الناس كلهم هالرموز مشاركوا في أشواط رموز فالتكتيك مثل هذا الشوط يحتاج خبرة كبيرة وفيه أسامي يمكن أننا يعني هي بتكون لها ظهور بتكون تخدم الشوط بدون أن يكون أنها مقصود منها الخدمة طيب فأول شيء نتمنى التوفيق للجميع ونتمنى التوفيق للوطن ناقة الشيخ الشيخ ما أخذ يعني الصمت بنسكي الخطام بيكون عنده نعم فأتوقع أن إن شاء الله هكذا البشاير بيكون لها الظهور هكذا نفس الشي بنمغير يعني خلاصة المشاركة بتكون في هذا الشوط هكي نمثل السلطنة الأخوان أهالي الشرقية أهالي قعلان يعني نازلين باسماء قوية والناس هذولا ما حد منهم موصل قيمة في حلالة وما بع ليش؟ لأنهم كلهم يطمحون بيشرف السلام على صاحب السمو وأخذ السيف فأنتمنى التوفيق للجميع وأنا بروح كالترشيح مع الضبي الهجن البشاير مع؟ الضبي الهجن البشاير الضبي الهجن البشاير اللي هي صاحبة ست سيارات وصيفة الرمض نعم أقول لي أماما أنا راح عند غزلان عند غزلان استهداف أيوه للشوط أيوه بيكون من البداية أي مطية بتاخذ المقدمة لازم بيكون عليها استهداف اسمع كلام رأي الوطن استهداف لأي مطية بتاخذ المقدمة فيه استهداف من جميع الشعارات بغض النظرة عن أي شعار موجود نسبة 70% من الحلال الموجود في هذه القائمة بيكون في صلب التغطية العلامية وفي مقدة التغطية العلامية نعم جميع الحلال ونسبة 70% من الحلال الموجود هن 하겠습니다 بيدخل دائرة التغطية العلامية ودائرة اللذاعة دائرة الكادر العلو دائرة الكادر العلو ودائرة اللذاعة المتعارف عليه المطية يعني على حسب بوكة نظري الميدان في الشارة والأرضية والعوامل تعريح اللي تحصل لي معنا أنت قلت لي مهبي عليها أول كيلوين وأربع كيلو أي مطية بدخل صلب الموضوع قبل الكيلو الأخير أتوقع يكون حضوظها في السبق ضعيف 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 يعني هذا ختامنا راح يكون عندك أنت فيصل وانت التزمت الصمت ولكن أنت هنا محلل وبالتالي نقول إن شاء الله التوفيج فالك يا رباكر ولكن قالوا لك أن فيه ركاب سبق بيروح في الصدارة هذا السيناريو يخدم هجن البشاير وهي هجن الدار والمرشحة الأولى مشاركة شعارنا في هذا الشوط تعتبر تشريف لنا في سيف البشاير وأمام السادة والحكام وهذا روح تشريف وروح ناموس أما مسار الشوط أنا أختلف معهم كلهم تختلف نعم أختلف معهم الحلال الموجود في الشوط هو يقول ما بين جسم بيكون كتلة وحدة باتر بتشوف أنت ما كتلة وحدة تشوف ثلاث كتن والسبوق بتيك من خلف لأن في بكار يدفعن يدفعن دفوع ما طبيعي واللي هنه عزوة مدمنة عندك احترام هذا ما يدفعن دفوع طبيعي ما شاء الله لكن عندك العنود بكرة تتأخر بكرة بالمنانة تتأخر في الخلف وتيه ما شاء الله تقول طيارة ما شاء الله الله يحفظها نعم بكرة خطيرة بكرة إذا موجود العنود لأنه شاء الله تركضها في ختام قطر نعم ولم نوت الثاني أني أطلع للمنصة وسلم السيف وإذا ما أخذت السيف أنا إن شاء الله يجمي البشاير نتمنىها وأي واحد عماني المهم ما يطلع الشوط من السيف بكرة كلنا نكون يد وحدة إن شاء الله عام شاء ما يغادر الحدود يوسف هنا هنه البشاير داخلين بربعة أسماء المزن صاحبة رمز وسيارات واللحين نمسي على أبو عذاري نعم ونقول له خلق قول وفعل إذا شفت الأمورة منها مضعبة الأمور عذاري أبويا لبك بكروت نميج نحن كنا تحت تصرف بيو والله هذا مفروغ مننا نعرفكم أنتم والإخوان المشاركين كلهم والله يشهد مشاركين محبة نعم وبس على الشاي بيدي وقل له خل أعصابك ثلاجة وإن الحمد لله رب العالمين مشاركتنا شرف وإن شاء الله باتنا بيضوية كل من في الشوط مشارك يعتبر فائز بيض الله هذا هو روح الرياضة هذا هو روح الرياضية الروح الرياضية العالية التنافس الشريف والميدان يا حميدان والسابق تسبق بيدها إذن غدا هو الشوط الختام وسيكون من بعد إن شاء الله شوط الإثارة كذلك جائزة هذا الشوط سيارة فاخرة جدا وطبعا هذا الشوط هو فاكهة اليوم غد لأنه بالراكب البشري منصف طويلة جدا وحتى المعلقين معلقين هذا الشوط بالتناوء يعني كل أربع كيلو تقريبا معلت فالله يعينوا البشاركين بكرة فيه وعسى إن شاء الله فالكم الاستمتاع الطيب اللي قدم لكم مهرجان البشار شوط الحول غدا وكل الرموز التي هي حضرة في الاستيديو ستكون في أياد الشعارات لها حضورها في السلطنة وفي الخليج في نهاية طبعا تغطيتنا لهذا اليوم متابعين الكرام بس ونوهنا غدا إن شاء الله راح نكون بعد ختام الحفل بنص ساعة أو ساعة للاحتفاء بيل فايز اللي راح يكون معانا هنا في الاستيديو نحتفيب ونهني على الهواء مباشرة شكر لأبو إياد المنذري للتجارة اللي أيضا أهدانا تمور متنوعة في إسلال طيبة نشكرها جزيل الشكر تمر بالزنجبيل بالقرفة بالهيل بالسمسم بالسنوت يعني ونواع طيبة أرسلها لنائزها الله خير شكرا جزيلا على الهدية والهدية قبلت وتسلم ما قصرت محلهم في نزوة في السوق المركزي عند القلعة سوق التمور شكرا جزيلا لك على هذه الهدية الطيبة إذن متابعين الكرام هكذا كان سيناريو هذه الحلقة منذ البداية وإلى هذه اللحظات شكرا جزيلا لكل من تابعنا وأكيد شكر موصول لقناة عمانا الرياضية وكافة الجهود التي ذللتها أنتم متابعين تشوفوا الصورة التي تطلع ولكن خلف هذه الصورة جهود فنية كثيرة وكبيرة جدا وربما في بعض الصوادف تكون حاضرة بالتالي هذه الصورة على الهواء للمخرجين والمعدين والمصورين بدر العميري الأخي المحمد السليمي المهري في الإعداد أحمد بن ناصر الجنيبي في الإعداد كذلك الأخوان المصورين الإضاءة نص هذه الأجهزة ما أعرفها ما أقدر أسمي بهواء اللي فيها نعم نعم فشكرا جزيلا لكم على هذه الجهودة الطيبة شكرا لكل المحللين عمرو سالم لوهيبي حميد سالم الجنيبي فيصل علي الخالي وكذلك حمد محمد الجنيبي على إضاءاتهم الطيبة من هذا الاستيديو والأخ يوسف أشكر شرطة عمان السلطانية بكل تأكيد على هذه المتابعة في هذه المهرقان وعلى هذه الاقتهاد من أكبر رأس في شرطة عمان السلطانية إلى آخر رقم عسكر وقد فيها صراحة لاحظنا لاحظنا شرطة عمان السلطانية في هذه المهرقان اقتهاد يعني ولا أروع بيظ الله ويهم هذه عادث جهود جبارة جهود ما شاء الله عليهم متحملين متحملين يعني ما شاء الله هل المشاخ والشمس والتعب لكن نشكرا بيظ الله ويهم اللقاء الخدمية بعد قيادة محمود بن حمود بن سودان وعاد اللجان هذه وشكر اللجان هذا باكر إن شاء الله سيكون قائمة شكر طويلة شكرا جزيلا لكم تابعينا ختامنا مع اللقطة اليوم بعدسة فيصل العوفي إلى النقاط رحبت دارة صلاطنا الحرار مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بعض ضيوف اللي يرد دون النفا من وصل يلقى بواجه ما يباع قبل يبدأ الشاط وانفك السدار أرحبوا في دارة قبوس الكرام دار منا راح على رأس الحرام عدم يطفون حجاج الحرام رحبت دارة صلاطنا الحرام الخناجر والسيوف محنيات بالذهب فوق الموتر زاهيات والوفود الطالية النموسيجات في ديار المنبع السبق ديار البشاير هاللي تبدار السعاد وينلي بالمركز الأول وعد للبشاير ساكل هجنة ما قعد عندها اللي خفها يقدح شرار تمظر اللي تكلمش نابول الحار ركضها كم كسرار قام ومحا لحت ملميدانة وين دارت راحا تكرم اللي تعب يديهم ضمار للهجن تاريخ من سبق زمان وضحوا محفور في دار الأمان يا عمان أرقي بالعزة يا عمان نفتديك بدمنا من كل دان مرحبا ثم مرحبا يا مرحبا بعض ضيوف اللي يردون النبع من وصل يلقى كل وجه ما يلبع قبل يبدأ الشاط وانفك الستام أرحبوا في دار قابوس الكرام ترمنا راح على رأس الحرام عدم يطفون حجاج الحرام راحب الدار الصلاطين الحرام الخناجر والسيوف محنيات بالذهب فوق الموتر زاهيات